اليوم مباراة الهلال والنصب الهلال استعرض في ملعب النصب بالطول وبالعرض اخذ المباراة يعني بكل راحة وسيرها بالطريقة اللي تعجبها وخلصها من الشوط الأول وتعامل مع الشوط الثاني وكانها يعني حصة تدريبية اللعبين عبوني من رونكور ما شفنا يعني ذاك الضغط الهلالي اللي كان موجود والزخم اللي موجود في الشوط الأول نتيجة مستحقة بالطول والعرض للهلال أربعة أهداف مقابل لا شيء تكشف حال الفريق النصراوي اللي راح نتكلم عنه في جزء من حلقة اليوم لكن لازم اليوم نتكلم عن الأداء المبهر اللي قدمها الهلال في المباراة والأداء العظيم اللي قدموه نجومه والإحساس الكبير بالمسؤولية والتغيير اللي صار في الفريق الهلالي من يوم جاء دياز يعني أنت لك أنت تخيل هذا الفريق لعب مع صاحب المركز الثاني والثالث واحد أخذ خمسة واحد أخذ أربعة يعني عشان تعرف هذا المدرب وش سوى في الأدوات اللي عندها وكيف قدر بكل سهولة وفي فترة بسيطة أنا رس يغير التشكيل واحدة من الأشياء اللي قريتها قبل شوي في تويتر قبل الهواء مهمة قبل ما نشوف تقرير المباراة يعني ما تبقى أنت تحمل الخسارة أحيانا للاعب ما تبقى تحمل الخسارة أحيانا للاعب لكن أحيانا فيه وقت يسير اللاعب هو اللي فيه مرمى السهام أنا إن شاء الله آيوة 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 لدمجة كده نكنيم معروف في تويتر يعرفون أكيد كتير رياضيون نصروين يقول دياز فاز بخمسة 2017 والحارس وليد ولف في الدنيا ورجع في 2022 وفاز بالأربعة ولا زال الحارس والإدابة الله هذا الموضوع رح نتكلم عنه بكل التفاصيل اليوم في الحلقة رح نتكلم عن الفائز والأداء المبهر اللي يقدموا الهلال ألف ألف مبروك للهلال هاردك لنصر